والله فعلا منتخب الجزائر ده منتخب ابطال ورجالة واخر عظمة لان قبل نهائي في طولة افريقيا لما تلعب ضد ديناجيريا في عز الحر في القاهرة والحرارة في الصيف في القاهرة فضيعة وتلعب قبل النهائي بعد ثلاث مباريات في المجموعة ومباردور الثمانية مارسون وتلعب قبل النهائي يعني خامس مباراة في عز الحر مع منتخب نيجيري افريكي متعودين على الحرارة يعني بالنسبة لهم احلى جو كانوا بيلعبوا فيه واحنا او الجزائريين العرب ما نقدرش نستحمل بنبقى مفرهدين والحرارة مموتانة خالص لكن بالبطولة والروح والتخطيط الصح قدروا يعدوا العقبة بتاعت الناجيريا يعني فريق صلب فريق قوي جدا جدا فاخر لحظة كان متعدلين وقدر رياد محرز بفاول اللي عمله اسماعيل بن ناصر الجزائري يتقاهل للنهائي والنهائي كامل يلعبوا ضد سنغال فريق افريكي اسود متعود على الحرارة والرطوبة العالية والحرارة وقدر الجزائري ياخد بطولة افريكا دي لوحديها كده بطولة تانية وعظمة الاسرار والعزيمة فعلا للرجال والابطال منتخب الجزائر قبل منسى انا بحل المباراة دي بناء عن طلب حبيبي الجزائرين في تعليقاتهم كتير طلبوا مني مطش كولومبيا والمكسيك وسحل العاج والناجيريا حللتلكوا كولومبيا والمكسيك والسنغال ولسه سحل العاج وده مطش ناجيريا بناء عن طلب الاخوة حبيبي من الجزائر اللي طلبين مني تحرير المباراة حلل المباراة بشكل مختلف شوية وعجبتني المباراة لسه شايفها حالا علشان انا كنت شفتها طبعا في البطولة من سنتين لكن شفتها تاني دلوقتي عشان اعرف اقول النقطة البسيطة في دقايق بسيطة ليكم احلل لكم المباراة من وجهة نظري ورؤيتي للمباراة قبل ما انسى شرفني بالشراكك واعمل لايك للفيديو الروح والبطولة مش كفاية يعني روح البطولة والجدعانة والاسرار مش كفاية عشان تكسب منتخب زي منتخب ناجيريا كل لعيبة في انجلترا تسعين في المئة من اللعيبة في انجلترا واللعيبة على اعلى مستوى اجسام بص ناجيريا النهاردة بتفرج عليهم اجسام قوية جدا في الالتحامات وعندهم سرعات يعني مش كفاية الجسم بس لا جسم قوي وسرعة كمان فانك تعدي من مرحلة دي وتكسب وانت تعبان ومرهق من اربع مطشط لعبهم في الاسبوع اللي فات وتلعب المطشي ده وتقاتل لا لا بصراحة بطولة ما بعدها بطولة ويستحقوا رجال الجزار ان هم يبقوا متربعين على العرش افريقيا عمل ايه بقى جمال بالماضي بقى بعد الروح وبعد الاسرار وبعد العزيمة وبعد الرجولة وبعد الروح الجزائر هناك والمصريين هنا كانوا بيحب بيحبوا ان الجزائر تكسب وكنا بنتعامل مع المنتخب الجزاري اكن هو المنتخب المصري وانا فعلا ولي كنت يعني مشجع الجزائر نفسي هم اللي وصلوا للنهائي ويكسبوا اكن منتخب مصر اللي كسب بالزبط عمل ايه جمال بالماضي بقى بعد الروح وبعد الحاجة دي عمل اول حاجة ثبت الاربعة المدفعين وجمال بالماضي عجبني جدا انا بقى لي في التدريب 12 سنة بتعامل بنفس اسلوب جمال بالماضي 90% من المدربين العرب دلوقتي لسه بيقولوا الباكي مين ده يجري 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 ويرفع والباكش همال ده لازم يبقى اشول ويجري يجري 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 ويرفع الكرة دي اتلاغت عملها جبال من الماضي مع منتخب الجزائر عشان كده نجح عمل الصح الكرة القديمة ان الباكي مين يطلع كده مهدي ويرفع ولا بن 70 يجري ويرفع لا 90 ديه مشوفناش مهدي جري هنا ورفع ولا بن 70 والجزائر كسب عشان ده الصح لو كان مهدي طلع كده كان قابل حتة اللي ورا دي شارع وعندهم سرعات كنا هنتغلب من اي منتخب قوي افريكي لكن دي اول حاجة عملها بالمضي ثبت الاربع المدافعين زي ما العالم كله ما بيلعب دلوقتي في الكرة الحديثة الباكي مين ده هو المكان ده هنا محرز وهنا سوفيان وهنا قضيورة هو بقى الليبرو بتاعهم وكمان لما الهجمة تبقى من هنا بيبقى هو الليبرو هنا ورا المساكين بيغطي وراهم والعكس الناحية التانية هو ده ابن سابعيني هو الليبرو بتاع اسماعيل بن ناصر ويوسف بلايلي وبغداد بنجاح هو الليبرو بتاعهم وهو اللي بيلعبهم هو اللي بيلعبهم يعني دلوقتي الباكي مين والباكي مين والباكي مين في الكرة الحديثة بقى الناس سنين هو صانع الالعاب من ناحيته وهو الليبرو من ناحيته وهو اللي بيلعب الناس وهو اذا كمل يبقى لازم يبقى محرز هنا بيكمل وسوفيان هنا يبقى ممكن انا اطلع هنا يعني الطلوعه للهجوم بناء عن استحواز محرز وسوفيان هنا لكن جبال من ماضي عمل الصح انه بيثبت الباك يبقى مدافع فعمل هنا صور قوي من اربع مدافعين قدامهم اتنين من اعلى مستوى في الكرة في العالم قد يورا واسماعيل بن نصر بعد الاربع المدافعين دول عمل جبال من ماضي لعب سنائيات انا احساسي انه ممكن يكون اللعيبة اتفقت مع بعض بس انا واسق ان ده جبال من ماضي هو اللي قيله بس انا حسته في الماضي ولا بتفرج على المباراة حست بالموقف ده عمل ايه جبال من ماضي عمل سنائيات عمل الست اللعيبة اللي هنا يعني هنا فيه اربع لعيبة سبتي عمل الست اللعيبة اللي بقين عمل سنائيات عمل ايه خلى بغداد يبقى هنا ويوسف تحته يتعاملوا مع بعض بقى يوسف بليني وبغداد بنجاح يتعاملوا مع بعض هنا وخلى هنا سوفيان ورياض محرز يتعاملوا مع بعض تعامل مع مناطق عشان كده بوخداد بنشوفه دايما هنا جنب يوسف بالعيدة وبيشغله مع بعض حلو قوي وهنا رياض محرز وسوفيان بيشغله مع بعض حلو قوي وحتى في بداية الشط الأولاني سوفيان كنا بنشوفه هو هنا مكان محرز ومحرز هو هنا رقم عشر ليه؟ علشان يبعد الضغط الدفاعي عن محرز كله عارفين محرز فلو كان وقف هنا محرز ما كانش هددله كورة دخل محرز جوه سوفيان وسوفيان بقى هو اللي بره على فكرة سوفيان من نجومه المباراة دي من نجومه المباراة فسوفيان لما طلع بره ادى حرية لمحرز فلغبط دفاع نيجيريا فمحرز بقى يستلم هنا بسهولة ويلف فهنا فيه سونائيات يلعبوه مع بعض وهنا فيه سونائيات بغداد بنجاح ويوسف وده متقال عليه واللعيبة بتنفزه عشر اسماعيل بن ناصر وبغداد وعدلان قديورة طب ايه سونائيات هنا ان عدلان قديورة لما بيروح يغطي هنا ورا محرز دايما هنا يوسف شوية مسك نفسه دفاعيا يوسف بلايلي قوي وبيدفع هنا رياض محرز شوية ممكن يسيب مكانه يخشه لجوه ويوصل لبرا فالحتة دي هتبقى عاليا اول واحد بيروحها عدلان قديورة طب من اللي وراه بقى اسماعيل بيبقى هو الدفندر الاساسي والرسمي في الحتة دي يبقى بعد الاربع المدافعين دول جمال بن ماضي عامل سونائيات اول سونائيات قديورة واسماعيل بن ناصر يعني ايه سونائيات في الكرة يعني بيبصوا البعض بيربطوا مع بعض متفاهمين مع بعض اسماعيل بن ناصر وقديورة وهنا بيبصوا البعض ويبصوا بعض الشوط الاولاني كل البساط اللي عملها محرس لسوفيان وكل البساط اللي سوفيان عملها عملها المحرس هنا يوسف فيلادي كله كرة كانت تجيره يتعامل معه بنجاح وبنجاح هو اللي بيتعامل معه بس هنا في الاخر السونائيات دول لما بيتفاهموا مع بعض ويروحوا بغداد بيكمل وهو اللي بيفنش لكن تفكير كويس تفكير ماينفعش تكسب بطولة بنروح بس ماينفعش تكسب بطولة بنروح بس كنا كل اربع سين خدنا كاس عالم لان احنا العرب عندنا روح وعندنا دم ومؤمنين بالله وعندنا الحماس وعندنا دم وعندنا اخلاص ماشي بس الحاجات دي كلها حلو قوي بس العمل ايه عايز برضو دراسة لازم تدد مخطط تمام جمال بالماضي مخطط تمام لعيبة رجالة اداء والاروعة من كده ده اسماعيل بن ناصر شط كرة بشمال وجماعة اخر دقايق تهيقل قصرة العرض اللعب الايجابي على المرمة انا بعد ما جات الكرة دي في العرض قلت الجن هيجي كل ما تلعب على المرمة كل ما الفريق قدامك يترعش يخاف فعملوا فاول مع اسماعيل بن ناصر وراح رياض محرز سجل مطش من ارواع المباريات الواحد بيحب يتفرج عليه لا مطش حلو جدا جدا وانتخب الجزائر رجولة وروح وخطة واداء وفكر ومهارة كل ده مع بعض كل حاجة الواحدية عندك مهارة من غير ما يكون عندك روح مش هتكسب عندك روح من غير ما يكون عندك خطة وتفتير واسلوب جمال بالماضي ريح لعبته لما لقاهم مجهدين وده خامس مطش هيلعبوه في البطولة وفي الصيف وفي القاهرة لعب في الستة سنائيات خلى ناحية لي من الكرة ناحيتك بس انتو اللتين مع بعض محرز ويسوفيان ونحية الشمال يوسف بليلي وبغداد بناجع وهنا قد يوره اللي برو بتاحهم وهنا اسماعيل بن ناصر اللي برو بتاحهم واسماعيل بن ناصر وقد يوره عنهم على بعض قد يوره لما يروح يغطي اسماعيل بن ناصر يبقى هو اللي في الصنتر اللي واحد ويدافع لأ حاجة جميلة ويستهلوا البطولة وان شاء الله نبرك لهم في بطولات قادمة بإذن الله اعمل لايك للفيديو والشارك في القناة شكرا شكرا